الإنفلونزا، مرض تنفسي معدن قد يهدد الحياة ويظهر كل عام. عندما يظهر فيروس إنفلونزا جديد، يمكن أن يؤدي إلى جائحة تصيب أعداداً كبيرة من السكان، وقد تنجم عنها عوايقب مدمرة في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بجوائح الإنفلونزا وقلة تكرار حدوثها، فإنها تسببت في عدد كبير من الوفيات، وأحدثت اضطرابات اجتماعية واقتصادية في الماضي. وقعت أربع جوائح للإنفلونزا على مدى قرن واحد فقط، في 1918، و1957، و1968، و2009. كانت جائحة الإنفلونزا التي وقعت عام 1918 هي الأشد في التاريخ الحديث، وفي عام 2009، انتشرت جائحة الإنفلونزا H1N1 في أكثر من 214 بلداً ومنطقة، مما أدى إلى إصابة عشرات الملايين، ووقوع وفايات تراوحت بين 151,700 و575,400 وفاة في العالم الأول فقط. وفي الآوينة الأخيرة، ذكرتنا جائحة كوفيد-19 مرة أخرى بالمخاطر الملتبطة بجوائح الأمراض التنفسية الفيروسية وأهمية التأهب لها. في عام 2011، اشترك أصحاب المصلحة ومنظمة الصحة العالمية في إنشاء الإطار الخاص بالتأهب للإنفلونزا الجائحة، ويهدف الإطار إلى رفع مستوى التأهب والاستجابة لجوائح الإنفلونزا القادمة، ويجمع الإطار الدول الأعضاء في المنظمة، وقطاع المستحضرات الصيدلانية، وأصحاب المصلحة الآخرين، ومنظمة الصحة العالمية، لتنفيذ نهج عالمي للاستجابة للجوائح بسرعة ومرونة وفعالية وإنصاف. يستند الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية، تبادل الفيروسات، وتقاسم المنافع، والحوكمة. ومن خلال آلية مساهمات الشراكة في نظام تقاسم المنافع الخاص بالإطار، تقدم شركات تصنيع لقاحة الإنفلونزا ووسائل التشخيص والمستحضرات الصيدلانية، مساهمات نقدية سنوية للمنظمة، من أجل تعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها في بلدان مختارة ذات أولوية. ومن بين جميع المساهمات الواردة، خصيص 30% منها للاستجابة للجائحة القادمة، و70% لتعزيز التأهب للجوائح. ويحدث تقاسم المنافع أيضاً من خلال العقود الخاصة المبرمة، مع الشركات المصنعة التي تتيح المنتجات العينية اللازمة لأي استجابة للجوائح. تمثل الإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى مشكلة كبيرة من مشكلات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. وهو إقليم يصعب فيه التأهب للجوائح بسبب حالات الطوارئ المعقدة التي يشهدها، وضعف النظم الصحية. هناك عشرة بلدان في الإقليم مستفيدة من مساهمات الشراكة بشأن التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة. حيث تدعم المنظمة الدول الأعضاء في الإقليم لإنشاء نظم فعالة للإنذار المبكر والترصد الوبائي والمختبرات والنظم الصحية والمهنيين الصحيين ونظم الاستجابة للطوارئ وقدرات الإبلاغ عن المخاطر. منذ البدء في دعم التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة في عام 2014، شهدت تلك البلدان ذات الأولوية تحسينات كبيرة فيما يتعلق بترصد الإنفلونزا ونظم وقدرات التأهب للجوائح والاستجابة لها. ففي معظم البلدان ذات الأولوية، مختبرات مدعومة بقدرات التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة وموارد بشرية مدربة. ونتيجة لذلك، تمكنت تلك البلدان من الاستجابة بفعالية لجائحة كوفيد-19. فقد أصبح لدى 19 بلداً من أصل 22 بلداً وأرضاً في الإقليم، نظام ترصد مغفري فعال للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، والعدوى التنفسية الحادة الوخيمة، في حين يعمل 18 مركزاً وطنياً معيناً في مجال الإنفلونزا، وأربعة مختبرات وطنية للإنفلونزا، ويمتلكون القدرة على الاكتشاف والتأكد من الفيروسات غير العادية للإنفلونزا، التي لديها القدرة على إحداث جائحة بشرية. أبرزت جائحة كوفيد-19، الثغرات والتحديات، منها إدارة سلاسل الإمداد العالمية في أوقات الطوارئ، والقدرة السريرية على الاستجابة المفاجئة، كما أنها أنتجت دروساً مستفادة بالغة الأهمية لتعزيز التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة والاستجابة لها في الإقليم. وعليه، يعد الإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة تدبيراً مهماً في حماية السكان من تأثير جوائح الفيروسات التنفسية المستقبلية على الرغم من تحقيق الكثير من الإنجازات في الإقليم، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإطار. يجب أن يظل العالم يقظاً لفيروسات الإنفلونزا، التي قد تسبب جوائح، لأنها قد تظهر في أي مكان وفي أي وقت دون سابق إنذار. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا